السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومكمل مع بعض امنهج ادسكاور ساكن ترم كي جي 2 شابتر 2 خلصنا شابتر 1 مع بعض وده شابتر 2 بعنوان playing with new friends يعني اللعب مع اصدقاء جدد اول جزء بيتكلم فيه عن المشاعر خدنا في كي جي 1 كلمة happy يعني سعيد سهد يعني حزين angry يعني غاضب وضفنا لها في شابتر 1 كلمة nervous اللي هو متوتر وكلمة wonder يعني يتسائل وفي الشابتر ده بيزود لي كمان shy يعني خجول او بيشعر بالخجل عايز اقول سارا بتشعر بالخجل هقول سارا feels shy shy بانطق اخر حرف i ده الجزء الاول بتاع feelings بعد كده تكلمني عن الفاطبل ولازم يعرف ابنك عنها مجموعة من المعلومات اول معلومة football is an outside game football d is بتكون an outside game outside يعني بالخارج او خارج game يعني لعبة خارجية او بتتلعب في اماكن مفتوحة زي park garden play guard كمان المعلومة التانية a football game has two teams عندها فريقين لان هي لعبة جماعية has two teams يعني يازم تتلعب بفريقين تالت معلومة the players اللي هما اللاعبين بيلعبوا ازاي kick the ball kick the ball بتركل الكرة واخد بالي في كلمة ball الايه بتتنطق a a a نرجع تاني للفونيكس ما بتتنطقش o غلط ball ball ف ball تمام اخر معلومة team الفريق الواحد has on golly golly حارس مرمة الاو a بنطقها o وال i e بنطقها long e تمام golly يعني حارس مرمة بعد كلا نتكلم عن animal in the bark الحيوانات فين في البورج السؤال لازم ابنك يعرف يسأل السؤال ويعرف يقول الجابة اين يعيش هذا الحيوان هسألها ازاي هقول where does و او ان والحيوان وكلمة leave يعيش طب تعان طبعا عندي ثلاث حيوانات اول حلوة اول حيوان اللي هو الحرباء حرباء يعني ايه حرباء يعني a camellion 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 تمام l ch دي بنطقها k وبعدين m cam وال e دي بنطقها long e camellion 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 تمام طيب هقول where does a chamellion leave يعيش فين الحرباء بتعيش فين هقول a chamellion leaves خد بالي من ls in grass بتعيش فين grass في الاعشاب طيب تاني حيوان معينا او طغير اسمه swift اللي هو نوع من انواع التيور هقول where does a swift leave يعيش فين swift ده a swift leaves in trees يعيش في الاشجار طيب تالت حاجة معينا اللي هو talibia talibia اللي هو سمك البلطي where does a talibia leaves talibia بعيش فين بعيش a talibia leaves in rivers بعيش فين في الانهار انت تسألي السؤال ابنك يجاوب مرة هو يجاب وانت تسألي where does the chameleon leave يقول a chameleon leaves in grass بعيش في الاعجاب مرة هو يسألك mommy where does a chameleon leaves in grass تمام بعد كده نتكلم عن force and motions القوة والحركة ده جزء كده اللي هو physics يعني physio هنعرف يعني الاول force force يعني قوة هي قوة دي it is دي بتكون the action بتكون فعلة او حركة you do انت بتعمله to make ليه بتعمله ليه to make an object move عشان تجعل الاشياء تتحرك يبقى it is the action هو حركة you do انت بتعملها ليه to make عشان تجعل an object to move الاشياء بتتحرك طب ناخد example the toy car العربية اللعبة move بتتحرك when امتا بتتحرك عندما you push it لما انت بتزقها بتعملها ببوش هي بت ايه move بتتحرك ممكن ممكن ناخد مثال تاني the ball move عفوا دي ام the ball move when you kick or throw it يعني الكرة بتتحرك امتا when you kick لما انت بتتحرك هبريك لك or kick في حالة الفاتبول we throw it في حالة الباسكتبول تمام ده الجزء بتاع القوة والحركة force and position بعدين هيتكلم عن الماگنت الماگنت attract اللي هي قوة الجذب الماغناطيسية او قوة الجذب الماغناطيس ماغناطيس يعني magnet magnet هقول a magnet الماغناطيس can only attract بيك زب بس او only يعني فقط only يعني فقط هو can بيستطيع only attract metal object بيقدر انه attract يجذب المتل object الاشياء المعدن a magnet can't attract مش بيقدر يجذب اي البلاستيك الماغناطيس مش بيجذب البلاستيك wood الخشب glass الازاز هتديله بقى example ويعمل عليه جملة هتديله مثلا coin ball كوين دي طبعا الكون دي بتبقى معدن بتبقى فالماغن can attract a coin بيقدر انه يجذب a coin a ball a glass a metal spoon اللي هي المعلقة المعدن a nail اللي هو المسمار web book كتاب هال الماغناطيس اللي يقدر يجذب الكتاب طب هنعمل الجملة ازاي ناخد example اللي هو nail اللي هو المسمار هقول a magnet اللي هو الماغناطيس can بيستطيع attract يجذب a nail تمام بيقدر يجذب المسمار طيب عايزة اقول انه مش بيقدر يجذب مثلا الكتاب او الكورة هقول a magnet can't attract a book او can't attract a ball تمام وكده يكون خلص معنا الشابتر ده لو استفدتي من الفيديو هنتي تشتعملي like وشير وتبعتين المومي اللي محتاجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا